كما يقول المثل اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة وزواج ليلة تدبيره عام اليوم ما رح نحكي لكم حكاية شابة في مقتبل العمر في عمرها 18 سنة وبغية تتزوج بواحد في عمره 43 سنة وأرمل شوفوا تفاصيل القصة تبخلوش علينا بالنصائح تحديكم الشيرة غادي تشوف الحكاية تاحا وتقرأ تليقاتكم نتمنى لكم الشيرات كالعادة تدعموني بجان بكل جديد نقولها مرحبا بك السلام الشيرات كالكم دائرين ان شاء الله هركم غاية ومهنين وفرحانين تم وقال عائلة تاعكم كما راكم تشوفوا رجعت لكم بحكاية جديدة ان شاء الله تأخذوا منها العبرة وما تبخلوش علينا بالنصائح تاوعكم شيرات هذه الشيرة تلاقيت معها في بث مباشر قاعدها تحكي في الحكاية تاحا وتطلب في النصيحة وقاع الشيرات قاعدوا ينصحوا فيها اللي ضد اللي معا قلت لها على شلة نحكي حكايتك عندي في القناة التاعي ونشوف الشيرات شي يقولون لك عن القاضية تاعك قلت لي يا ام اميب واحدة الخطرة كنت يعني فايتها واحد الانسان اعطاني النميرو تليفون تاعه مانيش عارفها بلك كانت تشوفها هي شوفها يعني كان بناتهم نظارات الاعجاب هكا فهمت انايا كعطها النميرو تليفون راحت للدار وعيطت له ومن ثم بدأت قصة الحب بتاعهم بدأوا يهدروا مع بعضاهم تعرف تعليه غاية قلها بلي انايا ارمل يعني مرته ميتا وفي عمرها تلاتة واربعين سنة وهي في عمرها 18 سنة ومن بعد كتعرفوا على بعضاهم وبغاوا بعضاهم اكثر اكثر يعني تمسكوا بعضاهم نظرنا فاتحة والديها بالزواج قلت لهم بلي افوالا هاد الانسان هشعل في عمره وغادي يجي يخطبني ووالديها رفضوا رفضا باتا قالوا هكي فاشنتيه في عمره 18 سنة وهو في عمره 43 سنة يعني ابدا مستحيل تتزوجي به واكيد المجتمع ما راحش يجي معها انا نقول لكم خاطر شعليه يقول لك عقليتهم تبدله ولا مع الوقت العقليتهم راح تتبدل هنا هشرا هي باغية هي باغية النصيحة اسكو تقعد تمسكا به عفوا تقعد تمسكا به هاد الانسان ولا تقلعه من راسها ولا تجيبو لها كاش كم احنا نقول ونصيحها كيفاش تدير باش تحبب والديها فيه واش رايكم انتوما يعني هل سيكون زواج ناجح بين شيرا في عمرها 18 سنة وهو في عمره 43 سنة يعني على المدى البعيد ودروك تقعدوا ينصحوا فيها شيرا يقولوا له هلا اختي قلت لك بلي الشكل تاعه من شيرا 43 يعني يبان صغير انا من جهتي بكل صراحة انا ضد هذه الفكرة تاع الزواج المبكر يعني راح ننصح الاخت بالصوت تاعي خاطر شكي هدرت معها هدرت معها في لايف عند وحده نحن اختي لك تسمعي فيها نصيحة ليك كأخت نتمنى منك تاخدي بالنصيحة تاعي حاولي انك تبعدي خاطر شعلاه انتي ما زالك صغيرة والدنيا جي قدامك اقرأ قرائتك بانك تدي واحد كبير عليك بسبع سنين تمنى سنين بسح مشي قاعد هذا الدرجة يعني كبير عليك بزيف راح كبير عليك بزيف هكا ممكن كيتلحق انتي مثلا خمسة وثلاثين ستوثلاثين هو يكون في الستينات ولا العقلية تاعكم تتبدل يولي هو يفهم هكا وانتي تفهمي هكا وكيم بزيف بزيف سوالح يتبدله بزيف سوالح ممكن كيتتتزوجي بيه من بعدها غدي تتفكري تشوفي صحاباتك متزوجين قاع واحد تقدهم انتي تقولي يا حي عليا انا يتزوجت بوحدة كبيرة عليا خاطرش هو من بعد يولي كبر وكل وحدة وشا غادي تقول لك انا يا هذي نصيحتي ليك ويلا ربي كتبه لك يعني مكتوبك عادي مشي حرام ولا عيب ولا بس صح الحاجة الاخيرة لننصحك بيها انك تصلي صالات الاستخارة صالات الاستخارة هي الحل صلي سيمانة بنية الفارج وراني قولت هالك فالله حتى ولو كنت متصليش زيري روحك نوضي صلي الفاجر وصلي الصلاوات في وقتها وصلي الاستخارة باش هاكها ربي تشوفي حتى لو قلت روحك متطمنة من هذا الرجل وما زلت يمتسك به على بركة الله وإذا شفت روحك قلبك صلي بديت تحاولي تبعدي عليه صلي معناها ربي موش كتبه لك وثاني حدا الراي تع والديك احنا معنا ما دخلنا فيه يعني بغينا غين نحاولو نعطوك بعض النصائح الى والديك فرضوا عليك انك متزوجيش به يعني شا غادي نقول لك هادوك والديك هم اللي رباوك هم اللي يتحكموا فيك وكما قلت لك انت صغيرة وما زال ما تعرفيش 18 سنة يعني ما زالك صغيرة وعلى بالي غادي قاعدت انخالعوا تقولوا لي ام امير كيف شنكي ضد هذا الزواج وقاع خاطر شراني شايفة قدامي مشغي واحدة ولا زوج ولا شعال من واحدة واحدة مشغي 18 سنة تأمنوا شيرت 17 سنة وهو في عمره شعال 38 وما تأمنوا شعق لكم عشان تمطلقها يعني هادوك الزواج ما تمش على بيها نقولها عاودي فكر اختي وخمي غاية وكما قلت لها صلي استخارا وان شاء الله ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه وثاني الشيرات حرزوا وتغلطوا دايما نفكروا ما تتسرعوش سيرتوه في الزواج وكما راكم تشوفوا الشيرات هنا يشاركتكم بعض المقتطفات من روتيني اليومي وقلت هكا بالشيرات ما يكرهوش نديلهم روتيني اليومي في حكاية هكا ندلكم اي حكاية نرافقها بروتيني اليومي كوزينتي ولا حوشي ولا داري ولا اساسية الشيرات وهكا نحفزكم شوية وثاني الروتينيات يكونوا ملاح وتحفيزيين هنا الشيرات كما راكم تشوفوا راهم الموعين الكوزيني راهم عمرة مشارجية كما راكم تشوفوا الشيرات غسلت الحم بالملح والخل ووعا ننضغط الاخصار ما يبغي كل ماهينيه لا تستطيع العفصة يبغي كل ماهينة تكون هناك نضع الطيب الجاج والخضراء و نضع شربة و نضع المكسيح و نضع المشاكل و نضع المشاكل و نضعها قليلا و نقول لها إنها عصيدة الخضر هيا كل الشجاع و نضع بول 12 و بول في الليل الحمد لله ها هي الخطة التي نوكل بها ولدي ان شاء الله نشارككم فيديوهات كيفاش نحبب ولدي في الماكلة كي اللي ولادهم ما يبغوش يكلونهم الماكلة تيقعدوا مع الضمين ان شاء الله الشيراتي لو وليتوا تعاونوني بالتشجيع والتعليقات الشابة راح نحاول ننوع لكم في المحتوى تاعي سواء في قناتي هذي ولا قناتي الاولى صحي خاطرش بلا تشجيع بلا دعم اكيد ما راح نتشجع اثلا نصور زوج فيديوهات ولا ثلاثة ما نلقاش عليهم تعليقات ولا ما نلقاش في ولا كيفون نكرها نقول يا حي ما شافوهم ولا ما نقوليش نحط زعمال نعيا والا نعيا استحكين شوفكم معايا كي ما هاكم سين ديني وقاع ماس امنوش اعقلكم وانا نبغي التصوار ونبغي نقعد قدام الكاميرا ونهضر المهم الشيرات لحقنا نهاية الفيديو تاليوم ان شاء الله الحكاية تاليوم عجبتكم اشتركوا في القناة